السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في قناتنا نيلايف ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير ان شاء الله كتير منكم بيسأل على العلاقات الكرمية انا في علاقة كرمية ولا لا وعرف ازاي ان انا في علاقة كرمية النهاردة هقول لكم كل العلامات ممكن تجمع ما بين 4-5 علامات ممكن تجمع العلامات كلها من هنا تعرفوا ان انتوا في علاقة كرمية طيب ياريت بس اللايك والشير بليز واللي مشتركش في القناة يشتركوا يفعل الجرس للكل عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله اول حاجة معنا لازم تبقى عارف كويس جدا انك لما تعرف شخص وتحس بانك شفته وتعرفه من زمان قوي او بمعنى اصح لما تبص في عينيه وتشوف عينيه وتحس انك عارفه من زمان افهم كويس جدا ما بين كسين كده ان الشخص ده انت ما بينك وما بينه كرمة طيب لما تحس انك واقع تحت التحكم وسيطرة الشخص ده بطريقة بشعة لما يكون بيتصرف معاك بتصرفات سلبية بمعنى on off بدون ابدأ اي اسباب يعني يرجع لك بدون اي سبب ويهرب منك برضو بدون اي سبب لما يكون بيقلل من ثقتك بنفسك لما يكون دايما بيخليك كل مرة في وقت ما بيسيبك ان انت بتدور عليه ان انت عايز ترجعه باي طريقة تمام؟ لما يخليك ان انت تبقى خايف من انتهاء العلاقة ما بين قانن والاخر انت قاعد في قلق انت قاعد في خوف انت امرعوب ان هو يسيبك ويمشي لدرجة حتى انه لما بيرجعلك ما بتحاولش ان انت تنقشه ما بتحاولوش ان انتوا تتكلموا معاه خايفين منه ان انتوا تتكلموا معاه عشان ما يسبكوش ويبعد لما يكون على طول محتاج لك ان انت اللي تسمعه وتساعده وتقدم له الاحتواء والحنان والعطف في حين ان هو ما بيقدمش ده او بيقدمه وقت بس ما بيكون عايز منك شيء معين لما يخليك دايما على طول مدمن عليه على الاتصال بي والسؤال عنه وهو مهملك وما فيش اي اهتمام لما يخليك دايما غيران عليه وده لانه انقص من ثقتك بنفسك لانه هنا زعزع ثقتك بنفسك فدايما انت غيران عليه من اي طرف يقرب له لما يكون ما بين ان ان والاخر بيحاول ان هو يستفزك ده برضو من ضمن انها علاقات كرمية لازم تاخدوا بالكو كويس جدا لما يكون هو اول واخر شخص بتفكر فيه لما تسحى من نومك ولما تيجي تنام وتقعد تراجع رسيله وتقعد تفتكر اللي هو عمله معاك وتبكي وتحزن ده كله علاقة كرمية لما تحس انك فأتي ثقتك بنفسك لما تحس ان قلبك بينزف بسبب العلاقة دي من شدة الحزن والبكاء لما بتفكري فيه لازم تفهمي كويس جدا ان دي علاقة كرمية لما تحس ان هو كل شيء في حياتك وفجأة هو قرر ان يسيبك ويمشي علشان عنده ظروف علشان عنده مشاكله علشان عنده التزاماته دون احساسه بيكي او اقل تقدير لمشاعرك لما تحس بعلاقتك انت بس اللي بتدي والطرف الاخر بياخد ما بيديش او بيدي وقت ما هو يكون عايز يدي لما تلاقي نفسك على طول فتحة دلاب الشمعات اللي هو دلاب تعليق المبررات له وللعلاقة ان ده هو مريض ده مسكين ده عنده مشاكل ده هو ده هو ده هو ما بنخلص من المبررات لما يكون حاسس بنفسه انه هو توم كروز ودايما محسسك انك ولا شيء بالنسبة له او بالنسبة للي هو بيعرفهم وانك كمان ممكن تكوني اقل منهم ويخليكي دايما حاسة بالنقص في حياتك حاسة بالنقص في نفسك ده علاقة كرمية في شخص دايما يظهر لك ان تفكيرك غلط وتفكيره هو الصح انك مش على حق انك لما بتيجي تلفتي نظره لأي شيء يقولك لأ انت فاهمة غلط مع ان في حين ان انت بتبقي بتتكلمي صح ده علاقة كرمية لما تنهي العلاقة معاه وفجأة يكلمك ويرجع بدون ابدأ اي اسباب وتجري عليه جاري وكأن لم يكن شيء لازم تعرفي ان دي علاقة كرمية لما يخليكي دايما حاسة ان وقتك فات ان عمرك ضاع انك ما تستحقيش الحب انك هتلاقي مين بعد منه ممكن يغدك انك لأ قلبك انقصر انك كرها الرجالة انك كاره الستات انك مش عايز تعرف بنات ده علاقة كرمية لما يطلع اسوأ ما فيكي ويخليكي دايما تفكري للتخلص من الطرف التالت اي ما يكون نوع الطرف التالت او وصفه هو مين في حياته لما يخليكي دايما عندك كره للاخر اللي هو الطرف التالت هو ده اسوأ ما فيكي لان البنى ادم في الخير والشر لما يخليكي دايما بتفكري فيه ازاي ترجعيه او ازاي تخليه تاني يرجع يحبك مع انه هو ما كانش بيحب هو كان مبايلك انه هو بيحب وده الطعم اللي رمهولك في الاول انك ازاي وازاي وازاي وهو ما بيبزلش اي مجهود اي جهد واقل جهد انه يسعدك او انه يوصل لك حتى انه هو بيحتويكي وبيحبك وبيحترمك وبيهتم بيكي دي علاقة كرمية ناخد بالنى كويس قوي ان العلاقات دي بتضيع فرحتك وبتضيع احساسك وبالسعادة وبتأخر سعادتكم للأسف بتضيع وقت كتير وكبير من عمركم حاولوا انكم تفهموا العلاقة من اولها وتتعلموا الدرس وتخرجوا منها وتعرفوا ايه اللي خلاك ترتبط بالشخص ده وتنجزب ليه من اول لحظة وتنجزب ليه بسرعة بالطريقة الرهيبة دي وتنغمس في حبه لانه هو بييجي وانت مباشرة اول ما بتشوفه بتقع في الحب بطريقة سريعة جدا بدون ادنى تفكير في الخلافات او الاختلافات اللي ما بينكم ما بين بعض مع ان الاخرين اللي حوالين منكم بيكونوا شايفين الاختلافات دي وانت النفسكو انت او انت بتبقوا شايفين الاختلافات دي وعارفينها بس بتحاولوا تتنسوها وتطلعوا لها برضو مبررات وتعلقوها في دلاب الشمعات لما تحسوا دايما ان فيه تقلصات في المعدة تقلصات جمدة نغزات في القلب ضغط عالي ضغط واتي واجع في الظهر الام في الكتف الام في الرقبة الام في الركب الام في القدم كل دي علامات تدل انتو في علاقة كرمية وقولون العصبي طبعا تمام لازم تفهموا كويس جدا ان العلاقة كرمية بتسبب لنا امراض كتيرة جدا احنا ما بنعرفش اسبابها الصداع اللي بيجي على فترات ده كله علامات انك في علاقة كرمية خدوا بالكوا من العلاقات الكرمية دي اللي بتضيع وقتكو وعمركو وبتضيع شبكو وبتضيع حبكو ورونكو وروحكو التهرة الداخلية النقية بتخليكو دايما حسين بان انتو متهدين حسين بان انتو لا انا مش قادر اكمل علاقتي العاطفية انا عندي مشاكل انا ممكن يكون عندي طاقة سلبية انا ممكن يكون عندي سحر انا ممكن انا ممكن انا ممكن وبتخش في دائرة الظلام بتخرج من دائرة النور تخش لدائرة الظلام ده علاقات كرمية اتمنى منكم انها تكون وضحة لكم ومرسي جدا لكم ما تنسوش اللايك والشير بليز ومرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته